بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في حلقات يلا نبني اللي احنا نخصص الله يوم للاتنين بنتكلم مع بعض عن جملة من الاشياء اللي تتعلق بأولادنا لان في الحقيقة احنا مش هنتهاون بأي حاجة تتعلق بمستقبالنا وأولادنا دولا مستقبالنا فلازم ندقى وننظر ونحلل كل شيء يتعلق بدا وده هو الواجب الحقيقي على كل من يشتغل في بيت الخطاب الدين لازم نتكلم عن أولادنا بشكل واضح ونزاك لما نبص لأولادنا بنحس بالفرق الكبير بين جينا وجيلهم وبنشوف أن أولادنا من الأجيال الجديدة زي جيل زد موليد 96 ل2012 مثلا وجيل ألفة اللي تولدوا من 2013 مثلا لحد دلوقتي بنوصفهم بأنهم وصف شوية لازم نركز فيه لأن الوصف ده كان ليه معنى عندنا زمان وليه معنى دلوقتي إحنا بنستخدم المعنى دلوقتي اللي هو مختلف عن معنى زمان بنوصفهم بأنهم متدردحين لفظ متدردح أن الأولاد كانوا وعيوهم وأسلوبهم وكلامهم سابق سنهم بالنسبان حتى أن إحنا بنقول إحنا زمان لما كان لما كنا قدوكم ما كانش حد يقدر يعمل كده يعني إحنا بنوصف الإنسان من دردح لأكثر انطلاق فأولادنا دلوقتي أكثر حرية في التعبير عن نفسهم وأكثر جرأة وأكثر استقلالية وأكثر استماتة على الحفاظ على هذه الاستقلالية حد يسأل تبو ده وحش؟ أنا عايز أسمي حلقة النهاردة حلقة التحدي الدردح عشان بس حد ييجي يسألني هو ده وحش؟ بالعكس التعبير عن نفس والاستقلالية ده إحنا في بعض الأحيين بنعمل تدريبات للأولاد على الاستقلالية بالعكس ده شيء مهم جدا جدا الاستقلالية دي لنمو زهن أولادنا وقلب أولادنا وحياة أولادنا بس لما نيجي نتكلم عن مفهوم الاستقلالية وركزوا معايا شوي لما نيجي نتكلم عن مفهوم الاستقلالية لازم نفرق ما بين حكتين الثقة بالنفس وبين الدردحة بالمعنى المعاصر بالمعنى اللي عندي أولادنا بناء الثقة في أولادنا هو ده اللي رب عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخاصة الأطفال والصبيان البنت تاخد حضرة النبي من ايديه وتلف بيه طرقات المدينة فيتركها صلى الله عليه وسلم بيربيها على ان هي تكون صاحبة قرار فبعد ما تخلص يقول لها اراضيتي فتقول له نعم ثم تطرق يد رسول الله وتنصرف بيربيها على ان هي تكون صاحبة قرار وبيسألها سؤال الشخص كامل الشخصية زي ما صبي يكون قاعد برضو في مجلس رسول الله عليه وسلم ففي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب وكان في مجلسه صلى الله عليه وسلم فشرب منه صلى الله عليه وسلم وكان عن يمين له غلام شاب صابر لسه صغير وعن يساره سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وغيرهم من كبار الصحابة فلما شرب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال للغلام هل تأذن لي ان اعطي هؤلاء الاشياء قبلك يعني لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فاللي قعد على يمينه الغلام فقال له تسمح لي أن أنا يشرب الأشياخ فقال هل تأذن لي فرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام اللي كان ممكن ما يكونش عنده عشر سين أو وصل عشر سين فالغلام قال له إيه شوفوا الغلام بقى بعقله ناضج يا رسول الله ما كنت لأوسر بنصيبي منك أحدا يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر اختياره ورحمة ديله الكأس اللي يشرب منه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه على أنه هو يكون صاحب وجهة نظر صاحب وجهة رأي لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي في السوشيال ميديا هنلاحظ أن فيه دور كبير بيقوم في تكريس الدردحة بمفهوم الانفتاح والحرية عن التعبير عن النفس هنا بقى العبارة من غير ضوابط أن الواحد يعبر عن نفسه من غير ضوابط فخلت أولادنا عندهم سيولة سيولة فكرية وسيولة أخلاقية وسيولة كمان نفسية لدرجة أن السيولة النفسية ممكن توصلهم إلى الهشاشة فيعبروا عن أشياء الأصح ما كانوا أشياء عبروا عنها بشكل عام لأن جزء منها أصرار جوانياتهم بس هو من الدردحة أن واحد يعبر عن كل مشاعره بلا حدود يعني مثلا بنشوف اللي اللي بيتعرض دلوقتي ونشوفه من غير معايير ما فيش معايير نقدر نبص عليها ولا هم بيضعوا نفسهم أشياء يقيموا بيها إيه اللي يتشافوا إيه اللي يتعرضوا وإيه اللي ما يتعرضش فمثلا هدرب لكم مثال وأنا المثال ده بالذات لما بجذكره شوية بتوجع من الزوهر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي زاهرة الرأس في الفيديوهات على تيك توك